اشتركوا في القناة مع عملية حفر قبر الرضيعة لم ترى الشروط المفروضة توفرها خاصة على مستوى الحفر بشكل عميق وكذا عدم وضع ألواح على القبر مما مكن الكلاب من إخراج الجتة هذا ولم تتعرض الجتة لأدى فيما حلت بعين المكان عناصر الأمن وكذا السلطات المحلية لتجري عقب ذلك عملية إعادة دفن الرضيعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة والإشارة فإن الجتة تعود إلى رضيعة حديثة الولادة تم العطور عليها يوم الأربعاء 23 فبراير الماضي في مطرح للنفايات التابع لجماعة الزوادة القروية والواقع على بعد كيلومترات قليلة عن مدينة القصر الكبير